السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد زهيم فريق سمارت الآن في هذا الفيديو سنعمل على نفس المبدأ السؤال يتحدث عن X bar وهي sample mean و ال population ال population لدينا نورمال يعني مثل الفيديو الذي قبل ولكن أين المشكلة؟ هنا كانت لدينا ال population normal و نبحث عن X bar و نتحدث عن X bar حيث X bar تتبع على normal حيث Mu هي نفسها Mu و ال varian على N الآن ما هي المشكلة؟ سأخبرك إذا لم تكن يعطيك السنة ديفياشن سأخبرك في حال السنة ديفياشن أو ال varian لدينا نفس السنة ديفياشن تمام؟ ماذا يقول لك؟ هناك حالتين إما N أكبر من 30 أو N أقل من 30 تمام؟ هذا بالنسبة لل X bar لو كانت N أكبر من 30 X bar ستتبع على normal سيكون Mu نفسه الآن هنا بدل من نأخذ ال varian سنأخذ ال varian سنأخذ ال varian على N تمام؟ فلو لم تكن معك ال varian تاعة ال population التي هي تاعة ال population فنحن نكتفي بال varian أو standard deviation تاعة ال sample تمام؟ فهذه طبعاً الذي لم يكن يعرف قلناها قبل لكن S تربيع هي varian لل sample والSigma تربيع هي varian لل population تمام؟ ففي حال N أكبر من 30 سيكون normal X bar ستتبع على normal أيضاً الميوزة ما هي وهذه varian على N ولكن بدل من نضع Sigma تربيع ستصبح S تربيع تمام؟ فصفى نفس الحل تماماً لكن سأتحدث لك بالسؤال أنه سأعطيك أنه سيكون ال varian ال varian status sample ستكون مثلاً 10 ستتعامل معها التربيع وهي 10 ستضعها بدل varian وهي 10 تمام؟ الآن الشغلة الثانية التي هي أصلاً جديدة علينا وهي T distribution سأتحدث لك لو كانت N أقل من 30 فال X bar سيتبع على T distribution الآن ما هو T distribution؟ أبل أن أتحدث ما هو يحتاج إلى degree of freedom هذه نضعها داخل الأقواس دائماً سيكون تبع T distribution حيث نقص 1 تمام؟ ماذا معنى هذا ما معنى هذا أصلاً وهذا الأشي التي تأخذها فوق سنفهم الذي تأخذها بعدين نعود إلى T distribution لكي نفهم ما هي هذه الطبقة تمام؟ 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 كانت X bar تتعلق على النورمال Mu هنا Variance على N تمام؟ ما كنت أعمل عشان أحيل هذا السؤال؟ كنت أحكي أن أحاوله إلى Z صح؟ كنت أحكي probability of X bar أقل من 3 مثلاً فأحكي 3 نقص Mu على Variance تربيت كلها جذر صح؟ أحكي الحديثة هذه القيمة 3 م على جذر هذه القيمة ch سأحكي X bar نقص منها لميو وقسمها على جذر الـ Variance على N هذه كلها صارت Follow Normal 0,1 تمام فهو نفس الشيء أنا عندي على الحالة هذه عشان أحول هاي القيمة لـ 0,1 لأن هذا الـ Standard هذا اللي عندي جدول فيه سأحكيك X-Mu على S جذر الـ N اللي هي جذر هاي قيمة كاملة هاي كله follow شو Follow Normal 0,1 تمام وهذا اللي عندي جدوله هلا نفس الشيء أنا عندي بالـ T Distribution أنا عندي الجداول هي بس لـ T عادية حيث T بتكون ايش حسب الـ Freedom Degree لازم تكون كمان تتحول الـ Standard هلا الـ Standard تبعها مباشرة بتحول نفس تحويل الـ Normal تمام فهي X-Mu على جذر الـ Variance فأنت ممكن تحكي أنه عندك الميو تساوي ميو وعندك الـ Variance تساوي S-B على N تمام لأنه أصلاً نحن ما بنستخدمها غير لما تكون الـ Variance مش مجهولة فالـ Variance الجديد هو S-B على N والـ Mu هي Mu فصف عندي X-Bar ناقص Mu على الجذر القيمة الـ Variance اللي هي S-B على N تمام ما هي T-D لا يوجد أي مشكلة بس مهم نفهم شو هي هاي القوس أو شو هي هاي الدائرة اللي حتناها دائرة شو هي وشو معناها وكيف تشتغل يعني لو حكيت لك بدي شو اسمه ثلاث هلأ عشان نفهم موضوع أكتر خلينا نشوف شو هي T-D T-D هنفهم جدوله هنفهم شو بيساوي جدوله لأنه هذا اللي بهمنا بالحال بيحكي لك انه إحنا عنا بدي أشوف ونأكتب دائرة دائرة شو هي هلا خلينا نشوف الجداول معتدر على الإطالة هاي هاي ها عندي تيستيبيوشن هاي عندي الفريدم هايها D-F وهي degree of freedom تمام تمام اه يعني شوف هذا السؤال شو بيحكي لك لو عندك تقريغ 15 ووجد 90% تمام هاي 15 فنحن عنا نشتغل على هدول هلأ هو مش هدول بالجدول بس هدول اللي بهمونا فعشان هيك حطونا بجدول بس هدول القيم توقع انه ما في كمان هدول الجدول تاني فبس هدول القيم مفتاح الرسمي وكان لكل نورمول للباينوميا للبوسون كان كل واحدة لها مفتاح بس انا عشان ما كنت احكي لانه مرات بكون معقد او انه مش مفهون فانو بشرحه هون شوف هاي الفكرة شو هي بحكي لك لو انا عندي بدي احكي لك برابيليتي هو شو كان بده برابيليتي 90% صح بالسؤال انشو طالب 90% فانو بنان على 90% سوف اهمكم شو هو الجدول طبعا لاحظوا انه هاي تفيدين نحتط هذا الخط بعدين كل الشغل تمام هلا برابيليتي اقل من 90% كم تساوي 0.90 صح هذه احنا عارفينها من قبل لكل شيء صح وهذه قاعدة عامة هلا هون شو بحكي لك هلا مبدئيا انه جداول ما بتشتغل على الاقل تشتغل على الاعلى تمام هاي اول ملاحظة انو صارت عنده برابيليتي اكس اكبر من 90% كم تساوي هلا اقل من 900 ستساوي 0.90 اكبر من 900 هاي تساوي وهي التكميل وهي 0.1 تمام فهذه اول ملاحظة انه كل قوانينهم على الاكبر تمام اذا ملاحظين هنا انه قوانينهم قاعدة على الاكبر من يعني هنا بحكي لك انه نعمل على الالفة حيث الالفة هي اكبر من تمام المساحة او البروبابيليتي كنا بالنورمال ون تكون نورمال كانت تكون بالنص صح هلا صارت العكس صارت هي تكون فوق تمام تكون فوق فصارت هاي تي 0.10 هاي معناها انه النسبة هاي اللي هون 10% تمام فمعناها اكبر من هذا الرقم في عندك 10% من القيم تمام بروري نفهم هاي الشغلة يعني هاي كي اللي هو 1.34 كي تساوي 1.341 ف اكس اكبر من 1.341 بروبابيليتي تعتقدها 10% تمام لو حكيت لك بدي بروبابيليتي اكبر من الرقم تساوي 5% تمام يعني بدي هاي القيمة اللي هي هاي الصفر هاي الصفر ففي عندي هون قيمة تمام هاي القيمة ايش فيها ضل وراها 5% فهي كم هاي حتكون برسنتايل 95 تمام فبرسنتايل 95 هي ايش اكبر منها في عندها 5% فوان هتلاقي هاي هاي دورة 5% فوق هاي هاي 10% هاي 25% هاي 25% هاي بالالف وهاي 5% هاي 5% هاي هاي فصارت البرسنتايل 95 كم تساوي 1.753 تمام فهذه هي الفكرة المهمة كثير عنا في الجداول يعني انك صارت النسبة فوق والشغل كله تحت تمام طيب هلا بس كمان معلومة زيادة اه اللي هي انه احنا هسا معطيك هو القيم لعشرة وخمسة فيعني لو بدك انت اقل هاي يعني هاي هلا احنا هون حكينا هاي 10% هون كم هاي القيمة هتكون هاي هون صفر تمام فهذه كم 1.341 تمام فلو بدك اللي اقل منها 10% كم هتكون هتكون سالب 1.341 تمام اللي هي سالب هاي القيمة فلو بدك اللي اكبر منها 10% هايها نفس الاشي من الجدول فلو بدك اقل منها 10% هتكون من اه مش الجدول تاخدها العكس اللي هي سالب تمام هلا هناخد مثال على الموضوع اه طبعا مثال على موضوع انه ان اكبر من تأتيين ما هناخد لانها تماما تماما من نفس الموضيع الابل بس انك بده ما تستخدم الـ ستستخدم استربيع هسا هناخد موضوع على تي دي سريبيوشن بحكي لك اه بحكي لك وجدنا انه ساندفشن تعتها كم كانت تنين تماما فكونوا اعطاني ساندفشن تعت السامبل مش تعت الفيريان مش تعت البابيوليشن فهونا بده يتحول السؤال لشو؟ لعد تي دي سريبيوشن لو انا فكرت انه هادي هي السيجما تساوي تنين كان حالات السؤال طبيعي عن نورمال فكرت حالي صح وكان حالي كله غلط تماما فهونا ننتبه لهذه الشغلات انه الاس تساوي تنين مش السيجما تساوي تنين تماما وطبعا هون نورمال دي سيبيوشن لهيك احنا لو كانت ان اقل من ثلاثين حننشتغل على على الشو احنا حكينا الشرط الاول انه وحكينا الشرط الاول الشرط التاني انه ان اقل من ثلاثين فبناعم على هيك هنشتغل على تي دي سيبيوشن صح؟ بكيناك فايند دي سايمبال تي سامبل افريج اللي هو ال اكس بار از بلو يعني اقل من الاربع بوينت واحد ستة تمام؟ فصف عنا السؤال بروبيلتي اف اكس بار اقل من اربع بوينت واحد ستة هلأ ايش هساوي؟ صفه السؤال كالتالي اول شي بدي احاوله اعمله حكينا انه اكس بار ناقص ميو على اللي هي اس جدر الان هذي كلها فولو تي دي سيبيوشن مع ان ناقص واحد تمام؟ فاليش اللي بدي ابحث عنه هلأ ايش؟ اللي هي اربع بوينت ستة اربع بوينت واحد ستة ناقص ميو تمام؟ فصيره اربع بوينت واحد ستة ناقص ميو اللي هي ثلاث اللي هي التنين تقسيم جدر العشرة هذي فولو بنا نطليحها من جدول ايش؟ تي التسعة تمام؟ لانه ان عشرة فهذي ان ناقص واحد اللي هي تسعة تمام؟ بس نتاكد يعني هذي لو بدنا ناخدها بطريقة اوضح شوي ممكن نعمل نفس الشي هو انا كنا نعمله ابل انه تقسيم جدر العشرة تقسيم جدر العشرة تمام؟ فصفة هون عندي شو السؤال بيحكي؟ هذي قيمة يجب ان نحسبها طلعت معي واحد بوينت تمانية ثلاث اربعة فهذه هتتحول لتي تمام؟ بدل زت تي صفة بوبيرلتي اوف تي اقل من واحد تمانية ثلاث اربعة تمام؟ فهي عندي جدول هاي عندي الصفر هون هاي تي اللي هي واحد تمانية ثلاث اربعة هلا انا عندي جدول شو ممكن اعمل ممكن ادور ع هاي القيمة بالنص و اعرف قدلش هي بعدها صح؟ هاي اللي اجي اللي ممكن اسوي فهدور انا على تي دي قريتها تسعة هفتح الجداول هاي جداول هاي تي تسعة هدور ع مقام اللي كنت انا كاتبوها واحد تمانية ثلاث اربعة اللي هي هادي اقرب واحدة عليها واحدة مية ثلاث ثلاث فكم عندي النسبة اللي بعد النسبة اللي بعد هادي خمسة بالمية فانو تي اقل من هاي القيمة هداش هتكون هتكون خمس وتسعين بالمية تمام؟ فهذا الاشي اللي بهمني اعرفه انو بالاخر صفات اللي اقل منها كونو السؤال طلب اقل من هلا انا اعرفت القيمة هاي انها خمس وتسعين لانه اكبر من هذا الرقم في خمسة بالمية تمام؟ هاي اكبر من واحد تمانية ثلاث اربعة ثلاث ثلاث في خمسة بالمية فكونو في اكبر من هذا الرقم خمسة بالمية فاللي اقل منه كم؟ اقل منه خمس وتسعين بالمية تمام؟ الواحد تمانية ثلاث اربعة تساوي برسنتال خمس وتسعين لانه اقل منها خمس وتسعين بالمية هلا بده برسنتال تسعين برسنتال تسعين كم اعلى منها؟ اعلى منها اللي هو مصلاة سنة محمد عشرة بالمية كونها برسنتال تسعين فهدور بالجداول على القيمة اللي اعلى منها عشرة بالمية بس وين؟ على التسعة ليه عند التسعة لانه القيمة النقص واحد تسعة فهي العشرة بالمية اعلى منها فالرقم بتاع البرسنتال اللي بدي اياها هاي هتكون واحد ثلاث تمانية ثلاث فبرسنتال تسعين 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 وواحد ثلاث تمانية ثلاث هيك من نكون خلصنا موضوع السامبل ديستروبيوشن ويعطيكم الف عافية موسيقى